اشتركوا في القناة اليوم طبعا توقعتنا اليوم السبت 11 حزيران يونيو القمر ما زال موجود الان موعد بث الحلقة اللي هو مساء يوم الجمعة احنا من بث الحلقة ساعة 2 بتوقيت جرينتش من عصر كل يوم يعني في اليوم الجمعة موعد بث الحلقة القمر ما زال موجود في الميزان في منزلة الإفليل وهي منزلة للربح والحماية والثبات والسلامة والصداقة والاستمرار الجيد ورح يمكث القمر في هاي المنزلة لغاية الساعة 11 وست دقائق ظهرا من ظهر اليوم السبت لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة القلب يعني في برج العقرب وهي منزلة للضفر والنصر والثبات والربح والسلامة طبعا القمر الان بما انه موجود في برج الميزان احنا ذكرنا تاثيراته ولكن لانه تاثيرات المدة مش طويلة يعني في خلو مسار عنا بعد بث الحلقة ساعة 5 و 36 دقيقة مساء بتوقيت جرينتش بيبدأ خلو المسار من مساء اليوم الجمعة وبيستمر خلو المسار لغاية الساعة 48 دقيقة مساء من مساء اليوم الجمعة اللي هو موعد بث الحلقة لا يستقر القمر في برج العقرب هذا بيعني انه هاي الفترات المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد او مهم مثل توقيع عقد او قطوبة او زواج او شراء شيء ثمين بل اكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة 48 دقيقة مساء خلص بتوقيت جرينتش القمر بصير استقر في برج العقرب عشان هيك توقعاتنا اليوم راح تحكي عن برج العقرب تواجد القمر في برج العقرب مش عن تلميحات الميزان حلقة الامس احنا ذكرنا فيها اللي هي حلقة اليوم يعني بمعنى اخر اللي هو موعد بث الحلقة اللي هي توقعات الجمعة ذكرنا انه القمر لما بيكون في الميزان وبنتقل العقرب ايش التاثيرات فبما انه القمر راح يكون متواجد في العقرب فهاي الفترة بنكون اكتر تطرفا في تصرفاتنا يا منحب بشدة يا منكره بشدة وبنشعر بالانتقاد والغيرة وحد اطباعنا بيلعب الجنس دون ملحوظ في حياتنا يجب انه سيطر على مشاعرنا بشكل جيد لانه ممكن ننفجر في من حولنا تحت وطء ضغط عاطفي محبط في هاي الفترة بوسعنا شراء تأمين او عمل تأمين او تجديد تأمين لأي مجال من مجالات حياتنا برضو هاي فترة مناسبة لقراءة رواية بوليسية مثيرة ومشاهدة فيلم مغامرات او اتخاذ قرارات حاسمة او شراء او استئجار بيك بالنسبة للزوايا طبعا اليوم في عنا زاوية وحيدة هي اللي مأثرة او اللي معطي اكثر سيطرة لالها اللي هي زاوية الاقتران الممتزجة اللي هي ذكرناها يوم امس هي ما بين الزهرة وما بين اورانوس ما في اي زوايا اليوم ما بين القمر اي كوكب في ساعات المساء المتأخرة من مساء اليوم السبت في زاوية التقابل رح تبدأ مع الكواكب الموجودة في برج الثور ولكن اليوم ما فيه غير الزاوية الممتزجة اللي هي مزيج ما بين السعودة والنحوسة في نفس الوقت اللي هي بين الزهرة وبين اورانوس وهاي طبعا استمرار تأثيرها لغاية يوم 13 ستة طبعا ذروتها اليوم الساعة 10 و57 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش من مساء يوم السبت طبعا بالنسبة لتأثيرات هاي الزاوية انها بتتأيئ الفرصة للبدء بعلاقة غرامية بصورة مفاجئة ومننظر للحيئة بتفاول اكبر وبرضو بتكون شعبيتنا في تصاعد هاي من ناحية ايجابية ولكن من ناحية السلبية اللي موجود فيها يتوقع لاي علاقة غرامية ضعيفة انها تنتهي بشكل سريع وغير متوقع وبشكل نهائي بالنسبة للاعضاء اللي في جسمنا الاكثر حساسية خلال هذا اليوم واللي لازم اننا ما نعمل عمليات جراحية لالها ممكن الاهتمام فيها صحيا كفحصات او ادوية او تحليل او مراجعة طبيب اللي هي الاعضاء التناسلية المستقيم، الشرج، الاحليل، الغدد التناسلية، المبايض، البروستاتا، عظم العانى، والجينات بالنسبة للعمليات الجراحية ما زال اليوم مناسب برضو لإجراء العمليات الجراحية وطبعاً مش للأعضاء اللي ذكرناها، اي عملية جراحية غير اللي ذكرناها فهي عملية ناجحة ان شاء الله بالنسبة لعمليات التجميل طبعاً احنا الان ما مننصح فيها لغاية ما ننتهي من الزاوية اللي ما بين الزهرة وما بين أورانوس فعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة ما مننصح فيها ممكن تنظيف بشرة معالجة بشرة خفيفة ممكن قص الشعر التجميلي او الصبغ او برضو هذا اليوم يصلح لقص الشعر العلاجي ولكن لا يصلح لإزالة الشعر الزائد بالنسبة للأشخاص اللي بيسألونا بما يختص بالحجامة، إمتى أفضل الأوقات إلها خلال هذا الشهر طبعاً اكتمال القمر هو رح يكتمل يوم الثلاثاء القادم اللي هو بعد ثلاث أيام بصير بدر فتبدأ فترة الحجامة من هاي الفترة يعني أنا بنصح لأنه القمر بحركة سريعة فهي الأيام المناسب للحجامة الثلاثاء والأربعاء والخميس فقط مبتداء من الجمعة خلاص بصير ضعيف لأنه نسبة ميوعة الدم أو تدفق الدم بتصير ضعيفة فالأيام المناسبة زي ما حكينا الثلاثاء والأربعاء والخميس بما أنه القمر رح يكون متواجد في برج العقرب خلو المسار القادم رح يبدأ يوم الأحد يوم 12 ستة بيبدأ في تمام الساعة تسعة وتسعة وثلاثين دقيقة مساء بتوقيت جرينج وبيستمر قرابة الساعة يعني لغاية الساعة عشر وواحد وثلاثين دقيقة مساء بتوقيت جرينج ليستقر القمر في برج القوس بالنسبة لعمر القمر طبعا عمر القمر الآن بدأ في مراحل المحدة باتجاه المكتمل عمره 12 يوم في تمام الساعة 2 وثلاثة وعشرين دقيقة عصرا بتوقيت جرينج بيصبح 13 يوم نسبة الإضاءة بتصير 80% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم طبعا الشمس في الجوزاء حتى يوم 21 ستة سعيدة بنسبة 15% القمر في الميزان ورح ينتقل للعقرب ولكن اليوم لأنه ما بشكل أي زوايا مباشرة فهو رح يمكت في العقرب لغاية 12 ستة هو الآن سعيد بنسبة 45% لأنه هو متصل بزوايا إيجابية ولكن من ساعات الصباح بيبلش منتحس بنسبة 40% يعني من الآن بتبدأ تتنازل أو تتراجع عملية سعودة القمر لغاية ساعات الصباح بعدين بتحول بساعات الصباح الباكر لها نسبة منتحس 40% وبكمل طيلة النهار بهذا الشكل عطارد في الثورة حتى يوم 13 ستة سعيد بنسبة 10% الزهرة في الثورة حتى يوم 23 ستة منتحس بنسبة 25% المريخ في الحمل حتى يوم 5 سبعة سعيد بنسبة 60% المشتري في الحمل حتى يوم 28 سبعة سعيد بنسبة 25% أما بالنسبة لزحال في الدلو فهو بيتراجع لغاية يوم 23 عشرة منتحس بنسبة 15% أورانوس في الثورة حتى يوم 24 ثمانية سعيد بنسبة 15% ونبتن في الحوت حتى يوم 28 ستة سعيد بنسبة 15% وبلوتوف الجذب يتراجع حتى يوم 18 منتحس بنسبة 15% وصلنا لللمحة الأسبوعية والتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة للقمر طبعا اليوم والسبت لموليد برج الحمل القمر موجود في البيت الثامن اللي له علاقة بالأموال المشتركة فأي مال مشترك ما بينك وبين أشخاص اليومين هدولا هي فرصة لا له فهاي فرصة لمكاسب مالية مصدرها شراكة أو تعويض أو استرداد بعض الأموال أو أمور العلاقة بضريبة بتأمين بميرات صحتكم أو صحت قريب لإلكم بتكون بحاجة للرعاية أهم شيء أنه اليوم ممكن أنك تعالجوا بعض الأمور بموضوعية أهم شيء أنك تتجردوا من العصبية تكون حريصة على تلطيف الأجواء حاول أنك تستشير وتتأكد من المعطيات قبل التوقيع على عقد أو مشروع في خلال هدولا اليومين واللي هم السبت والأحد ممكن تهتم ببعض المسائل المالية الأخرى خلال هاي الفترة ابتداء من يوم الاثنين والثلاثة طبعا الأجواء رح تتغير بشكل كامل باتجاهكم وبقوة على مستوى الاتصالات البعيدة أو التحاور مع أجانب أو أشخاص خارج البلاد أو أمور إلها علاقة بالأمور القانونية والقضائية فترة ممتازة على مستوى الامتحانات الجامعية والسفر والتنقلات فترة ممتازة جدا ودعمة لإلكم وفيها كثير من الحضود أما بالنسبة ليوم الأربعة والخميس القمر رح يصير في بيت السمعة واللي إلو علاقة برؤساءكم بالعمل بالعمل بالترقية بالترفيعات فعشان هيك ضبط الأعصاب مطلوب عدم الإهمال بالعمل مطلوب علاقتكم تكون ممتازة مع رؤساءكم لأنه رح يكون التركيز عليكم بشكل كبير الفترة هاي اللي هي الأربعة والخميس ما بنصح بالمغامرات والمجازفات وتشويه السمعة بأي تصرف فضبط الأعصاب وعدم مخالفة القوانين هو الأساسي أما بالنسبة ليوم الجمعة والسب فالقمر رح يصير في بيت العلاقات الاجتماعية فرح يتوجه لكم فيها أو تنشطوا بالاجتماعات أو اللقاءات أو الحفلات أو المناسبات أو لقاء الأصدقاء ممكن يبادر بعض الأصدقاء لمساعدتكم أو أنتوا تطلبوا المساعدة من أصدقائكم فهاي فترة مناسبة لواسطة أو معرفة تدعمكم في تصرف ما برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا اليوم السبت والأحد القمر موجود بمقابلكم تماما في برج العقرب وهذا الشيء بعطيكم إيجابية وبعطيكم سلبية في نفس الوقت لأنه أول إشي من ناحية إيجابية أنه بينصب تفكيركم حول تدعم شراكاتكم وعلاقاتكم بالشركاء بالأزواج على المستوى العاطفي على المستوى المالي وبرضو هاي فترة مناسبة لأمور إلها علاقة بعقدي جديد أو ارتباط جديد أو أمور إلها علاقة على تلطيف الأجواء ما بينك وبين الشركاء أو تراجع عن قرارات سابقة ولكن اللي بيضغط عليكم لأنه طاقتكم بتكون ضعيفة إنه أعصابكم بتكون متوترة فبتكون تهدوا من أعصابكم ونبرد صوتكم ما تعرضوا لقاءاتكم للفشل لأنه ممكن تتسبب هاي الفترة دي نوع من أنواع الحزن أو الاكتئاب أو الضغط أو تشعر بالظلم أو القهر أهم شيء إنك في خلال هذول يومين ما تيأس وتكون صبور ممكن يكون فيها نجاح مميز أما بالنسبة ليوم الاثنين والثلاثاء القمر رح يتحرك من المقابل بيصير في البيت الثامن اللي له علاقة بالأموال المشتركة فبصير الفرصة ممتاحة لمكسب مصدر شراكة أو تعويض أو مستردات مالية أو معاملات قانونية أو أمور إلها علاقة بالميراث المهم تتركز كلها على الأمور المالية أما بالنسبة ليوم الأربع أو الخميس القمر رح يصير في البيت التاسع وهو بيت قوي جدا بالنسبة لي أي برد فهو بيعتمد على أمور السفر البعيد أو تنقلات أو الاهتمام بالأجانب أو أشخاص خارج البلاد أو الامتحانات الجامعية فهاي فترة ممتازة حتى لتعزيز الروابط العاطفية بالنسبة ليوم الجمعة والسبت القمر رح ينتقل للبيت العاشر اللي هو بيت السمعة وهنا بيبلش فيه نوع من أنواع الضغط عليكم ما بينك و بين رؤساءكم بالعمل بتراكم العمل الزيادة أو بيكون مطلوب منك وتبذلوا جهد برضو بعلاقاتكم الاجتماعية مع أشخاص ذو نفوذ بالفترة هاي بتصير في أوجها هذا البيت يعتبر بيت إما تكرم فيه أو تهان فلازم أنت تكون جاهز عشان تحصد مكاسب فبدك تكون منضبط وتحافظ على سمعتك وفي نفس اللحظة ما تتغيب عن عملك برج الجوزاء بالنسبة لما وليد برج الجوزاء طبعاً بلش الضغط عليكم ابتداء من اليوم السبت والأحد لأن القمر صار في البيت السادس يعني مراحل المقابلة دائماً البيت السادس والسابع والثامن هدولا بكونوا فيهم شوي الضغط فالبيت السادس هذا إلو علاقة بالعمل والصحة فعشان هيك بيبدأ اليوم العمل بالتراكم بصير في عندكم كثير من الأعمال اللي لازم تنجزوها فممكن يصير فيه عملين في نفس الوقت لازم تنظموا جدول أعمالكم بشكل جيد وبرضو في نفس اللحظة بتكون تنظموا جدول غذاكم وتأخذوا قصد كافي من الراحة من وقت لآخر ما تسمح لأي شخص بالتشكيك بقدراتك خلال هذول اليومين بدك تناقش تستفسر عن التفاصيل استشير القبراء وما تتشبث برأيك واستمع لأرأي الآخرين بهدوء وروية وما تتسرع بقراراتك اليوم من هذولا اللي هو السبت والأحد ممكن تنشغل بملفات أو معاملات إدارية أو حكومية أما بالنسبة لأيوم الاثنين والثلاثاء القمر بصير مقابلك تماما في البيت السابع فهنا بعزز الأمور اللي إلها علاقة بالشراكة شراكة المالية والعاطفية والتعامل مع الشركاء أو تحسين صورة معينة ما بينك وبين شركاءك ولكن بالمقابل طاقتك بتصير ضعيفة فعشان هيك سهل استفزازك عصبيتك بدك تقدر تحكمها بشكل جيد في نفس اللحظة ما تنفعل وما تدخل بأي مشاكل أو جدالات أما بالنسبة لأيوم الأربعة والخميس الأجواء بتتركز على الأمور المالية المشتركة فبصير عندك فترة لا تنظيم أمورك المالية أو استحقاقات مالية أو قروض ميراث تهتم بالأمور القديمة إليك أموال بتحاول تستردها أو حتى أمور قضائية مالية برضو رح تهتم فيها بشكل جيد أهم شيء أنك تخفف من مصاريفك في هذول اليومين أما بالنسبة لأيوم الجمعة والسب فتعتبر فترة مميزة إليك لأن القمر رح يوصل للبيت التاسع اللي له علاقة بالامتحانات والسفر البعيد والتواصل مع أجانب أو أشخاص خارج البلاد أو حتى أحبائك فالفترة هاي جيدة على كثير من المستويات فلازم برضو أنك تكون مستعد لها بشكل جيد برج السرطان بالنسبة لما وليد برج السرطان طبعا اليوم السبت والأحد الأجواء ممتازة جدا لأن القمر رح يكون موجود في البيت الخامس فهنا هذا بيت الحضوض بيت العاطفة بيت الأحبة بيت الأبناء بيت المناسبات والترفيه والهواية فترة ممتازة جدا تتازو فيها فترة تبعث على البهجة والانشراح ما بيتخلى الحظ عنكم عاطفيا وماليا ممكن تنجحوا في بعض المفاوضات وتحققوا أعمالك نوع من أنواع التقدم الواضح حاول أنك تخصص وقت لعائلتك أنت مشحون بالحيوية والحماسة لمتابعة كثير من المسائل ولكن لوجود الشمس في بيت المتاعب هذا الشيء اللي شوي ممكن يضغط عليك ويسوي بعض الخصوم بينك وبين الأحبة أو حتى أنه تكون عباراتك مش مفهومة فبدك تحاول أنك تتفادى هاي النقطة يوم الاثنين ويوم الثلاثاء بيبدأ الضغط عليك لأن القمر بيصير في البيت السادس اللي إله علاقة بالعمل والصحة فبتبدأ أعمالك بالتراكم ما بتقدر تنجزها بالكامل بيصير فيه نوع من أنواع الفوضى برضو على المستوى الصحي بتشعر ببعض التعب أو الإرهاق أو التوتر فعشان هيك إذا شعرت بأي شيء غير اعتيادي في اليومين اللي هو الاثنين وثلاثاء تراجع طبيبك وحاول أنك ما تعمل عملين في نفس الوقت عساس أنك تقدر تتمم وتنجز أعمالك بالنسبة لأيوم الأربع والخميس القمر بيصير مقابلك تماما بيت الشراكة المالية والعاطفية هو بعزز الأمور اللي إله علاقة بالشراكة وعلاقتك بشركائك أو أحبائك أو حتى الأزواج ولكن الضغط بيصير عليك على مستوى نطاقتك ضعيفة فبدأت تبعد عن المشاكل والخصومة والتحديات وأمور إلها علاقة بالمخالفات أو الأمور القضائية ابعد عنها تماما لأنه أنت الحلقة الأضعف في خلال هذول اليومين إلا أنه بعزز أمور الشراكة زي ما حكينا أما بالنسبة لأيوم الجمعة والسبت فبصير التركيز على الأمور المالية المشتركة على استرداد بعض الأموال أو على أمور ضريبة تامين قرب بنكي تسوية مالية أمور إلها علاقة بالأموال القديمة اللي بتحاول أنك تحصلها فيها بعض المكاسب ولكن بالمقابل بتحمل كثير من المصري برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا السبت والأحد القمر موجود في البيت الرابع يعني بيت البيت والعائلة والأقارب والمناسبات الاجتماعية والأعطال المنزلية والتصليحات فهو بيركز على هاي الأمور في خلال هذول اليومين رح تنهمكوا بإدخال تعديل على مسكنكم منكم أشخاص ممكن يغيروا سكنهم أو يفكروا باستجار بيت أو عقار معين أو حتى التجارة بالأمور العقارية فهاي فترة ممتازة وبرضو بتميلوا لأفراد العائلة وتقارب منهم أو مديد العون لهم أو بالعكس هم بيحاولون هم يساعدوكم أهم إشي أنه حاول إنك ما تدخل بمواجهة لا مع الحبيب ولا مع أفراد العائلة الفترة هاي شوي بيكون فيها بعض التوتر على المستوى العصبي فممكن تضطر للاهتمام في خلال هذول اليومين بصحة أحد أفراد العائلة أو بيعط المنزلي أهم إشي أنك برضو ما تهمل صحتك أما بالنسبة ليوم الثلاثاء ويوم الاثنين ويوم الثلاثاء القمر بيصير في البيت الخامس اللي هو بيت القوة والحضوض والعاطفة والهوايات والترفيه والتجميل فترة مناسبة جدا لهاي الأمور إلا أنه عمليات التجميل ما مننصح فيها لأنه زي ما حكينا اكتمال القمر بيكون يوم الثلاثاء فهاي فترة شوي ضاغطة فابعدوا عنها من ناحية التجميل الجراحي أما قص شعر وأمور هاي أخرى فهي ممتازة فترة ممتازة للتقارب العاطفي للتقارب من الأحبة أمور عاطفية بكل أنواعها وحتى التقارب من الأبناء أما بالنسبة ليوم الأربع والخميس القمر بيصير في البيت السادس فهنا بيبدأ العمل بالتراكم بيصير عندكم كثير من الأعمال اللي بتحاولوا تنجزوها ممكن تتوتروا شوي أو ما تقدروا تتمموها أو تعملوا وقت إضافي زيادة في نوع من أنواع الإرهاق وبرضو في نوع من أنواع المتطلبات اللي بتطلب منكم كونكو تضبطوا عصابكم أثناء التعامل مع زملائكم بالعمل أما بالنسبة ليوم الجمعة والسبت القمر بيصير مقابلكم تماما فهنا التركيز كله على أمور الشراك المالية والعاطفية جيدة لتسوية بعض الخلافات أو للتقارب من الشركاء أو لحل مشكلة ما بينك وبين أحد الشركاء أو الأزواج للمصالحة ولكن ضبط العصاب مطلوب لأن طاقتك بتكون ضعيفة ممنوع فيها الخلاف والجدال والتسرع والعصبية وحتى الأمور القضائية حاول تبعد عنهم تماما أما الأمور الأخرى فهي جيدة برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعا هذا الأسبوع في نوع من أنواع التميز في بدايته ولكن في آخره في نوع من أنواع الضغط الآن اليوم السبت والأحد القمر موجود في البيت الثالث وهو بيت قوي جدا بالنسبة لكم على مستوى الدراسة والسفر والاتصالات والامتحانات المدرسية جيد للحوار والنقاش والتسويق أو الترويج لشيء معين يعني عندك نشاط عالي على مستوى الاتصالات والتحركات حتى السفريات القصيرة عندك ممتازة جدا بهاي الفترة فترة مناسبة بتصير لإلك لا الخروج في نزهة قصيرة أو لا تعزيز العلاقة مع الإخوة والجيران هاي فترة مناسبة برضو للمفاوضات شرط التحلي بالرؤية والحكمة والموضوعية ما عشانيك بدعوك للتكلم والتعبير عن عواطفك وتوضيح أفكارك منكم أشخاص ممكن يطلق حملة ترويجية أو يسمع خبر سار في خلال هذول اليومين أما بالنسبة لأيوم الاثنين والثلاثاء فالتركيز بصير على المسائل العائلية والتقارب العائلي والمناسبات العائلية الأمور العقارية أو استئجار بيت أو ترويج لسلعة إلها علاقة بالعقارات أو المنازل فهاي فترة جيدة حتى للمشتريات أو الترميم أو التصليحات ولكن بدك تقلل من بعض المصاريف أما بالنسبة لأيوم الأربعاء والخميس الأمور العاطفية بتصير بأوجهة عندك الحضوظ بتصير بأوجهة فترة مناسبة جداً للإنطلاق بأي اتجاه فهي فترة داعمة لإلك عاطفياً وتقارب من الأحبة والحضوظ بتدعمك فيها بشكل كبير ولكن ممكن يكون فيها بعض القلق على صحة أحد الأحبة أو حدث بتعلق في أحد الأحبة أو أحد الأبناء أما بالنسبة لأيوم الجمعة والسبت فهنا بيبدأ العمل بالتراكم عندكم تدريجياً على مستوى العمل ممكن ما تقدروا تنجزوا أعمالكم بشكل كامل أو يصير خلاف ما بينكم وبين زملائكم بالعمل حاولوا تنجزوا أعمالكم بشكل منظم يعني ما تحاول أنك تنجز أكثر من عمل في نفس الوقت ولازم تنتبهوا لصحتكم لأنه برضو هاي الفترة تعمل تقلبات صحية أو مراجعة الطبيب أو الاهتمام بالأمور الصحية لكم أو لأحد الأحبة برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعاً هذا الأسبوع أنت الأكثر حظاً لأنه الكواكب كلها أو القمر موجود تحديداً في بيت حليف لا إلك أو بيوت حليف لا إلك فبداية الأسبوع سيكون السبت والأحد القمر موجود في بيت المال فهنا بيصير في نوع من أنواع الاهتمام حول ضبط ميزانيتكم الفرصة بتصير متاحة للحصول على مال بيكون على الأغلب من عمل إضافي مستردات هبات دعم هدايا يعني من كل هذه الفصائل ولكن هذه الفترة حافلة بالأعمال والمسؤوليات أهم مش أنك تتفاعل بالخير وتنطلق وسعى للوفاق والحلول الوسط ولطف الأجواء حسن العلاقات يعني كل إنشغلاتك رح تكون على الصعيد المالي خلال فترة اليومين السبت والأحد أما بالنسبة اليوم الاثنين وثلاثاء فما رح تهدأ رح تنشط بشكل كبير في الاتصالات والحوارات والنقاشات وتعزيز العلاقات الأمور اللي إلها علاقة بالتجارة الطلاب اللي عندهم امتحانات مدرسية هاي الفترة ممتازة جدا لإلهم برضو على مستوى ترويج لسلعة أو اللي بيشتغلوا في مجالات التجارة فهاي فترة ممتازة برضو كثير من مواليد برج الميزان رح يهتموا بالتكنولوجيا يعني إما تلفونات كمبيوترات أو حتى بالسيارات كتصليح أو اهتمامات إلى علاقة بمشترى السيارات وعلاقتهم برضو بالإخوة والجيران أما بالنسبة ليوم الأربعة والخميس الأجواء بتتركز على الأمور العقارية على البيت على العائلة على المسؤوليات الاجتماعية واللقاءات والمناسبات أو حل مشكلة أو خلاف معين أجواء إيجابية وداعمة برضو بالنسبة لإلكم بقوة وهاي رح تشجع على كثير من الأعمال العائلية أما بالنسبة ليوم الجمعة والسبت القمر بصير في البيت الخامس اللي إله علاقة بالحب والعلاقة بالعاطفي والتعزيز العلاقة مع الأحبة وبرضو بالمناسبات اللي إلها علاقة بالعواطف الممكن لأحد الأبناء أو حتى أمور إلها علاقة بالحمل أو الإنجاب أو الأمور هاي في منك ورح يهتم بأمور التجميل أو الأمور اللي إلها علاقة بأمور اللباس والهندام والمظهر فترة مناسبة جدا برضو لهاي الأمور برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا الأجواء بدأت الآن بقوة بالنسبة لإلكم برضو من ناحية الحظوظ ولكن إنه بدها نوع من أنواع الاهتمام لإنك تكسب من هاي الحظوظ أول إشي اليوم السبت والأحد القمر رح يكون موجود عندكم فرح تعوضوا فترة الأسبوع الماضي وضغطات الأسبوع الماضي عندكم نشاط عندكم حيوية بينجذب لكم أفراد الجنس الآخر وبتقدر تبادروا لخطوة جديدة من شأنها تدعم مركزكم الاجتماعي بدور الأحداث بسرعة كبيرة مع وجود القمر في برجكم وبتستعيدوا كامل حيويتكم وممكن تتلقوا جواب بتنتظروه وبتفرحوا لخبر أو لإنجاز إنجاز معاملة وبتنطلقوا بمهمة طال انتظارها فيه جديد إشي جديد رح يدخل حياتكم وتعتبر هذه الأيام من الأيام اللي فيها حظوظ مميزة أما بالنسبة لأيوم الاثنين والثلاثاء فالتركيز رح يكون على الأمور المالية فعشان هيك الأجواء رح يتركز على المكاسب المالية مستردات ولكن المكاسب بتيجي من عمل إضافي أما بالنسبة للأمور الأخرى فممكن هدية أو دعم أو نوع من أنواع العطاءات أهم شيء برضو الاهتمام بالفوتير وتقللوا من مصاريفكم في هذول اليومين أما بالنسبة ليوم الأربع والخميس فهنا يومين حافلات بالنشاط بالاتصالات بالتنقلات بالحوارات بالنقاشات حتى بأمور الامتحانات المدرسية فهي لطلاب المدارس فترة ممتازة جدا للامتحانات وبرضو بتساعد لترويج لسلعة أو البدء بمشروع معين بتقدروا تعززوا في هذول اليومين علاقتكم بالإخوة والجيران أو تتراجعوا عن قرارات سابقة أو حتى تقنع الأطراف اللي حواليك بوجهة نظرك بشكل قوي جدا أما بالنسبة ليوم الجمعة ويوم السبت القمر بصير في البيت الرابع اللي له علاقة بالبيت والعائلة والترميمات والتصليحات والمشتريات والمناسبات وحتى حلول بعض المشاكل العائلية فعشان هيك هذول اليومين الجمعة والسبت النشاط العائلي رح يكون فيه أوجه بالنسبة لإلك وممكن يكون فيه اهتمام بصحة أحد الأحبة أو أحد المقربين لإلك برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا نتجاوز اليومين هذول بعدين الأمور بتصير ممتازة جدا لأنه اليومين هذول اللي هم السبت والأحد القمر موجود في بيت المتاعب اللي هو البرج اللي قبلك في العقرب فعشان هيك فترة غير مريحة لا صحيا ولا نفسيا بصير فيها كثير من الضغطات رغم أنه ما فيه أي مخاطر إلا أنه الضغط موجود حاولوا أنك تنجزوا اللي بتقدروا عليه من عمل ضروري حاولوا أنك تخلدوا للراحة عادروا من بعض المحتالين ومن خيبات الأمل الحضوض قليلة أهم إش أنك ما تجازف بهذول اليومين هذول اليومين فيهم نوع من أنواع التأخير أو الفوضى من المستحسن عدم الارتباط بموعيد مهمة بعد موليد برج القوس ممكن يكون لهم مراجعات تتعلق بطبيب أو مستشفى أو حتى بعض الأمور الصحية أما بالنسبة لأيوم الأثنين والثلاثاء فالأجواء بتنقلب تماما بتصير لصالحك طاقة عالية جدا نشاط حيوية حتى طاقتك العاطفية بتصير بأوجهة وبتصير ملفت للجنس الآخر بشكل كبير محبوب مرغوب على طبيعتك فهذه فترة ممتازة ودعمة لإلك بكثير من أنواع الحضوض أما الأربعة والخميس فالتركيز رح يصير على الوضع المالي مكاسب مالية عمل إضافي مستردات هبات مال بيجيك يعني بنشاطك مش أنه رح يجيك هيك لحاله فلازم تتحرك لتستغل هاي النقطة في منكو رح يكون عنده بعض المصاريف أو الدفعات اللي بتطلب منه التركيز الحضوض بتدعمك بشكل كبير في خلال هذا اليوم فعشان هيك بشوف أنه نسبة المرابح المالية أو المكاسب المالية رح تكون مميزة أما بالنسبة لأيوم الجمعة والسب فهنا النشاط عالي جدا على مستوى الترفيه والزيارات والسفريات القصيرة التنقلات الحوارات النقاشات الإقناع الامتحانات المدرسية كلها هاي مميزة جدا حتى علاقتكم مع أفراد العائلة مع الإخوة مع الجيران مميزة منكو رح يهتم بأمور الها علاقة بالسيارة أو بالاتصالات بالهواتف بأمور الكمبيوترات أو تصليحات ترميمات أو أعطال مفاجئة ولكن أن الأجواء فيها نوع من أنواع الإيجابية أكثر من السلبية حتى عندكم قدرة الإقناع عالية جدا واللي بيشتغلوا في مجال التسويق أو التجارة هذولا رح يكونوا مميزين بهذه الفترة برج الجديد بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا اليوم السبت والأحد القمر موجود في بيتك 11 اللي هو بيت العلاقات الاجتماعية ففي هذول اليومين رح تنشطوا اجتماعيا وتلتقوا أشخاص بترتاحوا لهم أو بترتاحوا لصحبتهم من الأصدقاء والمعارف بوسعكم تحقيق أمني بمساعدة صديق وبرضو حاول انه بخلال الفترة هاي انك ما تعمل وحيد حاول انك تكون كل أعمالك مشتركة ما بينك وبين أشخاص وحاول انك تساعد وتتعاون مع الغير في هاي الفترة لانه هذا الشيء بحقيق لك كثير من النجاحات المطلوبة والعلاقات والدعم وبتفرحوا بوجود أحد الأصحاب أو الترفيه عن نفسك في لقاء ودي غير منتظر في خلال اليومين هذولا اللي هم السبت والأحد أما بالنسبة لأيوم الاثنين والثلاثاء فهذولا يومين صعبين جدا خصوصا مع اكتمال القمر حسسيتك عالية عواطفك عالية وفي نفس اللحظة خيبات الأمل بتكون فيها كثيرة لأنه هذا بيت المتاعب فبيبدأ نوع من أنواع الضغط وبرضو محاسبة الذات أي شخص بوعدك بشيء في هذولا اليومين اعرف انه هو ما رح يوفي بهذا الوعد كثير من الأمور رح تتأخر ورح تتعطل وما رح تمشي عصبيتك وطاقتك بالنازل فعشان هيك بدك تحاول أنك تأدي بس الأعمال الروتينية والمهمة يوم الاثنين والثلاثاء أما الأربعاء والخميس فبترجع الطاقة لأوجها على مستوى طاقتك حيويتك عواطفك حتى علاقتك مع الأحبة حتى إعجاب الجنس الآخر ومحاولة تقرب الجنس الآخر لإلك فهذه الفترة مميزة جدا عاطفيا وشخصيا ونفسيا وتجميليا وبكل الأنواع حتى الحضوض بتدعمك فيها بشكل أكبر أما بالنسبة لأيوم الجمعة والسبت فهنا التركيز بيصير على الأمور المالية ومكاسب مالية مستردات هبات داعم بعضك رح يحصل على بعض الهدايا بتعوضوا ضغط اللي كان في بداية الأسبوع فراح يصير في نوع من أنواع التحركات اللي إلها علاقة بالمالية ممكن فوتير مستردات أو عملية بعض الحسابات أو أموال إلكوا قديمة ما كنتوا جادرين تستردوها في هدولة اليومين اتلاهوا الوضع اتغير تماما أهم شيء تحافظوا على أموالكم من السرقة والضياع وبعض المصاريف العائلية أو المنزلية برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا الأجواء الآن متقلبة بعكس الأسبوع الماضي لأن القمر اليوم السبت والأحد موجود في بيت السمعة البيت العاشر لإلك هو يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أيام مناسب لهذا الأمر أو اللي بيرغبوا في إدخال تحسين على طبيعة عملهم واللي بيعملوا بينجحوا بإثبات جدارتهم وللرضى المسؤولين ممكن بعضكم يحصل على تكريم أو ترفيع أو ترقي ومنكم أشخاص ممكن يهتموا بصحة أحد الوالدين أهم شيء أنك ما تنجر وراء التسرع والإنفعال حاول أنك تكون هادئ لأنه ما في داعي للمغامرات ولا للمجهزفات في هدولة اليومين لأنه القمر في هذا البيت يعني زاوية تربيع بشكل نوع من أنواع التحدي في لحظات معينة ممكن تبدو غاضب أو عدائي فعشان هيك بدك تحاذر الخلافات وأي شيء بشوه سمعتك في هاي الفترة كثير من مواليد برج الدلو ممكن يكرموا أو يحصلوا على فرصة مهمة فترة داعمة ومهمة حتى على المستوى العاطفي والتقارب من الأحبة والمستوى العائلي كمان أما بالنسبة ليوم الاثنين والثلاثاء القمر هنا بنتقل لبيتك 11 بيت العلاقات الاجتماعية فرح تنشطوا اجتماعيا أشخاص كثير ممكن يتوجه لهم دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو يسعدوا من لقاء الأصدقاء أو حتى تكون في مناسبة وبتكون أنت في أوجه طاقتك فيها ملفت للانتباه بشكل كبير أو أصدقاء بيظهروا على الساحة من أول وجديد أما بالنسبة ليوم الأربعة والخميس فهدولة يومين صعبين جدا بدك تنتبه منهم حاول أنك تنجز أعمالك المهمة يا قبل يا بعد هدولة اليومين لأنه القمر هنا بوصل لبيت المتاعب فبضغط عليك بشكل كبير بأخر معاملات وبيلغي معاملات وبصير فيه لبس ببعض الأمور وفي نفس اللحظة أي شخص بيوعدك بشيء ما رح يوفي بدك تنتبه لصحتك من مراجعات طبية أو فحصات أو حتى صحة أحد الأحباء هدولة يومين صعبين بدك تنتبه منهم أما يوم الجمعة والسبت فبتنقلب الخيارات بشكل كبير لصالحك لأنه القمر رح يصير موجود هنا في بيتك الأول يعني عندك فعشان هيك طاقتك بيصير فيه أوجها بتقدر تعوض كثير من الأمور بتقدر تتقارب ما بينك وبين الأحبة وبتكون ملفت جدا للجنس الآخر رح تهتم بهندامك وبجمالك وحتى بأمور إلها علاقة بتغيير الجو يعني فترة ممتازة ونهاية أسبوع مميزة جدا برضو بتعوض كثير من المسائل المطلوبة برج الحوت من نسبة لموليد برج الحوت طبعا اليوم السبت وبكرة الأحد القمر موجود في البيت التاسع فعشان هيك الفترة هاي ممتازة جدا على مستوى الاتصالات على مستوى الامتحانات على مستوى اللقاء بالأحبة أو تعزيز العلاقة مع الأحبة قوة العاطفة بتصير في أوجها فعشان هيك الاهتمام رح يكون عالي على هذا المستوى فترة مناسبة لإجراء مقابلة ممكن بعضكم يسافر في رحلة أو يفرح لانفراج أو تسوي مهمة بتيهتموا بهواية جديدة ممكن برضو تلاحظ أن الفترة هاي عندك حيوية عالية ومتحمس لمتابعة المساعي وعندك قدرة عالية على التواصل مع المحيط صحيح أن المسائل العائلية هي الظاهرة على الساحة بشكل كبير إلا أنه عندك قدرة لحلها في هدولة اليومين أما بالنسبة لأيوم الاثنين والثلاثاء القمر بيصير في البيت العاشر اللي هو بيت السمعة فهون بدك يتحافظ على سمعتك وتهتم بأعمالك وعلاقتك بالمسؤولين وحاول أنك ما تتهرب من أداء أي شيء مو كل لك في هدولة اليومين لأنه هدولة اليومين مميزات بيتركوا انطباع ممتاز جدا وممكن تدافع عن سمعتك حتى أو حتى تحل مشاكل قديمة فترة مميزة أما بالنسبة لأيوم الأربع أو الخميس فالنشاط هنا بيصير نشاط اجتماعي ما بين ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو تسعد من لقاء الأصدقاء في بعض الأصدقاء ممكن يظهروا على الساحة لمساعدتك في مسألة معينة أو أنت تبادر لمساعدتهم برضو من طرفك فترة اجتماعية لازم تستغلها بعلاقاتك ومعارفك أما بالنسبة لأيوم الجمعة والسبت فهنا آخر الأسبوع يومين ضاغطات لأنه القمر رح يوصل لبيت المتاعب بيتك 12 فهذه الفترة بتصير فيها نوع من أنواع الإحباط فقد الطاقة الصحة متقلبة حاسس بملل حزين بعيد عن الأجواء بدك تبعد عن كل الأجواء بهاي الفترة أي شخص بوعدك بشيء حاول أنك ما تأخذ بكلامه لأنه سهل جدا أنه ما يوفي كثير من الأمور ممكن تتعطل بالفترة هاي ما تقدر تتممها يعني فيها نوع من أنواع الضغط الكبير فبدك تصبر اليومين هدولة اللي هم الجمعة والسبت يوم الأحد بتتعوض الأجواء بشكل كامل لأنه القمر بصير وصل لعندك هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا الأسبوع والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إلي أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر